اشتركوا في القناة في المناصب الرسمية استمرت لستة عقود نودية بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حميرا للكويت من مجلس الوزراء في ظل إجراءات سالسة لعملية انتقال مسند الإمارة كما عهدتها دولة الكويت عند تولي حكامها الإمارة خلفا لأسلافهم الكرام خير خلف لخير سلف مقولة تنطبق على تولي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقالد حكم دولة الكويت الشقيقة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتشرق شمس جديدة في مسيرة الخير والنماء والازدهار فقد كان الشيخ مشعل الأحمد مواكبا لمسيرة الوطن وعضيدا لأخيه الراحل مما اكسبه خبرة قيادية وريادية كبيرة في إدارة شؤون الدولة وقد نشأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في بيت الحكم فهو الإبن السابع لحاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمهم الله وتلقى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تعليمه في المدرسة المباركية وهي أول مدرسة نظامية في دولة الكويت وبعدها التحق بكلية هندون في المملكة المتحدة البريطانية لدراسة علوم الشرطة وتخرج منها عام 1960 بعد تخرجه من كلية الشرطة التحق بالعمل في وزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967 رئيساً للمباحث العامة أنذاك برتبة عقيد واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980 وفي الثالث عشر من أبريل 2004 عين نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تولى سموه ولاية العهد هذا وحقق الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إنجازات مشرفة في القطاع العسكري فكانت له بصمات واضحة في تطوير جهاز أمن الدولة والحرص على النهوض به وبقدرات منتسبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر